وقع الرئيس يوري موسيفيني على قانون مناهد للمثلية الجنسية في أوغندا يقضي بمعاقبة مثلي الجنس بالسجن القانون يقضي بالحبس لفترة بين عاماً إلى 15 عاماً على مثلي الجنس وكذلك الأشخاص المثليين المصابين بمرض نقص المناعة إنينيا بينافيغانا كاتب كيني ونشط مدافع عن حقوق المثليين يرى أن أهدافاً سياسية تقبع خلف هذا القانون الرئيس موسيفيني حاول أعطاء همية عالمية لموضوع محلي هام وذلك لأنه يعلم جيداً أن الكثيرين في أوغندا يساندون هذا القانون ولهذا أراد أن يوحد شعبه تجاه القضية إنهم سيستخدمون هذا القانون لأغراض سياسية وأعتقد أنهم صدقوا عليه من أجل أهداف سياسية الولايات المتحدة كانت قد حذرت في وقت سابقاً من أن القانون يمكن أن يؤثر على علاقات أوغندا مع الولايات المتحدة بينما أشارت الدنمارك إلى أنها ستسحب بعض المساعدات التي تقدمها للحكومة الأوغندية